رأيك أو توقعاتك لهذه المواجهة بين الأهل والوداد في الحالة التي فيها الأهل والحالة التي فيها الوداد هي مباراة نهائية هي مباراة تلعب في أرضية الملعب لا تلعب في البلاطوات ولا في التحليل ولا في أي شيء فالعبرة بالفريق الذي سيقدم أداء جيدا الوداد والأهل استحق الوصول إلى المباراة النهائية مصار رائع صحيح أن الفريقين بدأ بشكل متعتر وعلى مستوى وسائل تواصل اجتماعي حينما بدأ الفريقين يعني بشكل متعتر بدأ الجماهير الوداد والأهل تقول سنجدهما معا في النهائي وسيبدأ الاشتباك حول مكان المباراة النهائية على سبيل يعني اللو العالي ما بدأشي كويس الوداد ما بدأشي كويس لكنهما عاد بقوة وهذه شخصية الفريقين فريقين لهم خبرات كبيرة لهم تجارب كثيرة ولهم أسلحة أيضا كثيرة الأهل يلعب النهائي الرابع على التوالي الوداد يلعب النهائي الثاني على التوالي في ثمان سنوات أخيرة لعب سبع مرات وصل الوداد لنصف النهائي الأهل أيضا أرقام وتتحدث عنه وبالتالي من الصعب التوقع بخصوص الفريق الذي سيدفر بهذه المباراة فكل الأهل مؤمن بقدراته الوداد أيضا مؤمن بقدراته كالكلمة الفيصل لأرضية الملعب ولطاكسيك المدربية نفس السؤال غازي انت شايف في المواجهة هتكون عاملة زي مواجهة الأهل والوداد بسأل لك المواجهة مش هتكون سهلة لا بالنسبة للأهل لا بالنسبة للوداد هناك عوامل متعددة أولا عامل الميدان بالنسبة للفريق الأهلية عامل الجماهير هناك نقاط قوة كثيرة مقارنة مع نقاط الضعف أعتقد بأن الأهل وإن كان في دور المجموؤات ما كانش فريق في المستوى الكبير ولكن كما قال زميل الجمال بعد دور المجموؤات كنا متأكدين أن فريق الوداد والأهل المستوى سيكونان في المباراة النهائية لعوامل متعددة أبرزها شخصية البطل التي يتوفر عليها لاعب الأهل ولا أيضا الوداد في سنوات الأخيرة أصبح تقافة الألقاب متوفرة لدى النادي أصبحوا لاعبين مجربين هناك أيضا إمكانيات كبيرة لدى فريق الوداد وبالتالي أظن بأن الفريق الذي سيكون في المباراة الذهاب هو العامل الدهني السعداد الدهني سيكون عامل مهم من نسبة لفريق الوداد وأيضا لفريق الأهل المصري صحيح هناك غيابات عند الأهل أذكر شناوي وأيضا حيمود لاعب لمتميز لاعب لممكن لو كان سيأتي إضافة كبيرة خاصة في متوسط ميدان فريق الوداد الوداد البيضاوي وبالتالي أظن المدرب الذي سيركز على نقاط دعف خصم أظن بأنه سيستفيد كثيرا صحيح الوداد تعقدينه مع فاندربروك مؤخرا أعطى بعد الإيجابيات خاصة من ناحية التشكيل الفلسفة أيضا اللاعب هو التاكتيك الذي أصبح يعتمد على نقاط قوة الوداد عكس في الفترات السابقة مع غاريدو ما كانش كيستغل اللاعبين المتوفين لديه على المستوى الهجوم الآن نلاحظ أن عودة أناجم على المستوى الهجوم أيضا نلاحظ عودة مترجي يعني لاعبين ممكن أن يخلق الفريق في أي لحظة وبالتالي هناك نقاط داف عند الأهل المصري خاصة في الرواق العيمن والرواق العيصر دفاعيا لاعبين لكي سعدوا بشكل كبير ممكن يساعدون مساحات للاعبين لاعبين يتوفرون على مهارات على الصرعة وأيضا لا ننسى السينيغالي إستانبو لاعب الذي يستغل أنصاف الفرص وبالتالي كنظن بأن هذه قوة الوداد هناك أيضا قوة فريق الأهل المصري على مستوى وسط ميدان وأظن الفريق الذي سيسيطر على متوسط ميدان المباراة سيكون له الأفضلية في هذه المباراة